شروق جديد يطل على سماء العلاقة بين العراق والولايات المتحدة شروق يكتب صفحة جديدة في الأبعاد الجيوسياسية والأمنية عبر جولة الحوار الستراتيجي الرابعة بعد أن يحط رئيس الوزراء في واشنطن مع وفده المرافق جولة تعد حاسمة من منظر عراقي لترسيخ العلاقات المستقبلية مع واشنطن في مجالات شتى الولايات المتحدة هي دولة عظمى واليوم الدولة الضعيفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى أن يكون لديها ارتباط على الأقل تكنولوجي في دولة عظمى تستطيع أن تكون لها بمثابة رافعة لذلك لا نتكلم فقط عن الجانب الأمني هناك جانب الاتصالات المعلوماتية، جانب الاستثمار، جانب الاقتصادي ورأينا في الجولة الأخيرة قبل ما يتم الحديث والجلوس مع الجانب والوفد الأمني والنظراء الأمنيين رأينا بأنه كان هناك دعم للعراق في جانب الاقتصادي والصحي والتعليمي وبعيدا عن شتى المتجالات وقريبا إلى المتجال الأمني تشيب صلة الأحداث أن بغداد وواشنطن قد حسمت أمرهما من طبيعة بنورام التواجد الأمريكي تحول في التعاون الأمني يؤسس لمرحلة جديدة في خارطة الانفتاح على واشنطن النقاط الرئيسية للاشتراك هو احترام سيارة العراق بالتأكيد وكذلك العمل على جدولة الانسحاب لما تبقى من قوات التحالف الدولي وأيضا الاتفاق على علاقة جديدة أو أطر للعلاقة الجديدة بالشراكة والمجتمع الدولي زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن والجلوس إلى طاولة الحوار الستراتيجي الأخيرة قد تنهي عاصفة جدل المثارة حول الوجود الأمريكي من بعض الأطراف الداخلية وما بين شروق جديد وعاصفة قد تتجدد تبقى الأيام المقبلة حبالا لا يدرى ما ستلد من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير